موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام كنتم أهلا بكم ومرحبا في برنامج الاستثمار نتطرق اليوم حول حركة السوبية تنتج ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية تابعونا إلى نهاية برنامجنا موسيقى طبعا السوبية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال اطلاق مبادرات الوطنية على المستوى الدولي حركة السوبية تنتج هي جهد وطني لإنشاء صناعة محلية كادرة على المنافسة وقامت الحركة بحل المشاكل التي تواجه الكتاع من خلال التنسيق وحققت النتائج مال موسى وهي حملة تشجع المنتجات المحلية وزيادة الصادرات وتركز على ترويء المنتجات الاسوبية وزيادة الإرادات مما يساعد على دعم الاقتصاد الدولة وتنوع الأسواق وتحسين جودة المحل للوصول إلى المعايير العالمية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الاسوبية في الأسواق العالمية وكذلك تسأل حركة إلى تقليل الاعتماد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل وتعزيز الكتاعات الصناعية والخدمية من خلال دعم الصناعات المحلية ومن خلال حركة السوبية تندج يتم تشجيع تفضل المنتجات الاسوبية وخاصة تلك التي لها قيمة وزات جودة عالية مثل السلع الزراعية المسنعة والمسوجات والجلود يعد سعي الحكومة في هذا السدد لتحسين البنية التحتية الدائمة للصناع بما في ذلك المجمعات الصناعية وشبكات الطرق والتاقة جزءا أساسيا من حركة السوبية تندج تحرص الحركة على أنعكس نجاح الصناع على المجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل واستفادة أوسع نتاقا لا تمثل حركة السوبية تندج على حملة اقتصادية فقط بل حركة اجتماعية تسعى لتحقيق المستوى الحياة في اسوبيا وتعزيز الاقتصاد الوطني بالمنتجات المحلية لا تزال إثوبيا تعمل بجد لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تعزيز إمكانات التجارية والاستثمارية والسياحية والاقتصادية والزراعية بشكل كبير من خلال إطلاق مبادرات وطنية مختلفة بما في ذلك مبادرة البسمة الخضراء وبرنامج ليمات التنمية وحركة إثوبيا تنتج ومأدبة العاشاء من أجل الوطن وغيرها على المستوى الوطني أعطت إثوبيا أولوية قصوى للأنشطة الزراعية وتحديثها لضمان الأمن الغذاء وتحسين حياة المواطنين كما سجلت إثوبيا إنجازات كبيرة في إنتاج القمه عن طريق الري وتصديره في تاريخها تعتبر الأنشطة الزراعية من العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان الاكتفاء الذاتي وهي أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد ومصدر رزق أساسي للمواطنين إثوبيا لديها بيئة جغرافية ومناخية وطبيعة تجعلها قادرة على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل والنباتات وقد ساحمت الزراعة في توفير الغذاء الكاف للمواطنين وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء وتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي تلعب الحكومة دورا محما في نحوذ بالقطاع الزراعي من خلال تحديث الأنشطة الزراعية وتقديم الدعم والتمويل والمواريد للمزارعين وتعزيز البحوث الزراعية وتطوير البنية التحتية الزراعية تعمل حكومة على تعزيز النمو الصناعي من خلال تشجيع القطاع الصناعي وتقديم المزيد من الفوائد للقطاع الصناعي لتحسين انتاجيته بشكل جيد تقوم الحكومة بتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال تشجيع نمو بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتعد الصناعة التحولية أحد القطاعات الحيوية في إثيوبيا وتشكل جزءا من الاستراتيجية التنمية الصناعية لتطوير اقتصاد البلاد وتعمل الحكومة على توفير سياسة وبرامج تشجيعية لتطوير هذه الصناعة وجعلها تشكل نوة الأساسية للاقتصاد الوطني وضمان التنمية المستدامة في البلد تلعب المجمعات الصناعية دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الدولة حيث تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتسرع النمو الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى دخل العمال والحدف الرئيسي من حركة إثيوبيا تنتج هو لتعزيز زيادة الإنتاج الصناعي في البلاد على المستويين المحلي والأجنم مما يحيد من نسبة البطالة وزيادة فرص العمل في البلاد وأن دعم الشركات المحلية والدولية له إيجابيات في كسب العملات الصعبة وتطوير التكنولوجي وربط الشركات المحلية بالشركات الدولية عبر شبكة تجارية وبناء على هذا قال وزير الصناع ملاكو الليبل في برنامج إطلاق معرض إثيوبيا تنتج الذي عقيم مؤخرا في العاصمة نفني لعام 2016 إن حركة إثيوبيا تنتج تركز على توسع هصة المنتجات الإثيوبيا في السوق والهدف الرئيسي من المعرض هو الترويج للمنتجات الصناعية وغيرها من المنتجات في إثيوبيا وزيادة هصتها ستعمل حركة تنتج إثيوبيا لعام 2016 على إنشاء منشرة للمشنعين لعرض منتجاتهم سيقومون أيضا بيقامة علاقات مع المشترين المحتملين ومن المتوقع أن يجري أصحاب المسلحة المحليون والأجانب مناقشات مثمراء ويتبادلون الخبرات لتحسين قطاء التشنع في إثيوبيا وبالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل مجموعة كبيرة ومتنوعة من التعاون في هذا الشدد ومن المتوقع أن يقوم العديد من رواد الأعمال بالترويج لمنتجاتهم في معرض إكسبو 2016 إن يقامت مثل هذا المعرض سنويا له فوائد عديدة ومن المفيد جدا بشكل خاص لأصحاب المسلحة في مجال التشنع الشناعي الترويج لمنتجاتهم وجعلها مناسبة للتواصل الاجتماعي ويقامة التعاون والألاقات وتحسين المنتجات فضلا عن جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد وأود أن أوضح أن حركة تنتج إثيوبيا لعام 2016 قد بدأت رسميا ومن أجل تعذيذ ثقافة استخدام المنتجات المرهلية يتم أيضا توجيه المؤسسات الحكومية لشراء المنتجات من الصناعات المرهلية أن حركة إثيوبيا تنتج حكاكت أحداثها المرجوة خاصة في الانتاج وعسع النطاق للملابس والمنتجات الجزائية وغير الجزائية على سبيل المثال قال إن المعارض التي حصل عليها المنتجون مكنت العمل بالتعاون مع المنتجين آخرين ومن المعروف أن حركة إثيوبيا تنتج أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في عام 2014 أعلنت شركة تطوير المجمعات الصناعية أن نسبة مشاركة المنتجين المرهليين في المجمعات الصناعية ارتفعت إلى 55% مقارنة بـ 10% في العام الماضي أنشاءت حكومة إثيوبيا 13 منطقة صناعية متخصصة في مختلف قطاعات التصنيع بما في ذلك المنسوجات والتصنيع الزرائي والأدوية بهدف جعل البلاد مركزا صناعيا رائدا من خلال تعزيز استبدال الواردات والتجارة التسديل قل رئيس التنفيذ لشركة تطوير المجمعات الصناعية أكلل تادسة إن الصناعات التحويلية هي أحد القطاعات التي حظيت باحتمام مسبق في أجندة الإصلاح الاقتصاد المحلية للبلاد وذكر أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإنعاش الصناعة مستشهدا بالجهود المبذولة لتعديد مشاركة المنتجين المحليين في المنتزهات واستبدال السلع المستوردة وتعديد علاقات تجارية جديدة أنه تم إجراء تعديلات على سياسة حتى يتمكن المتطورون من الإنتاج للأسواق الخارجية والمحلية ونتيجة لذلك بلغت مساحمة المناطق الصناعية عن طريق استبدال المنتجات المستوردة محليا أكثر من 1.5 مليار دولار وتجاوزت الصادرات 2 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك تم إجراء تعديل على سياسة بحدف تمكين المتطورين من الإنتاج للتصدير والأسواق المحلية لقد وصلت صادراتنا إلى مليار دولار في السنوات الثلاث أو السنتين الماضيتين وقد بلغت قيمة الواردات لدينا أكثر من 1.5 مليار دولار كما ارتفعت فرص العمل التي تم خلقها في هذا المجال إلى مئات الآلاف خاصة وأن العلاقة والتنسيق مع المزارعين هي إحدى ركائزنا ومن ثم هناك تسهيلات لمئات الآلاف من المزارعين لتوريد منتجاتهم الزراعية للشناعات التحويلية في مجمعاتنا الشناعية وهذا يساهم كثيرا في الاقتصاد الجزئي لا تزال إسوبيا توزل كسار جهدها لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني من خلال التلاك العديد من المبادرات الوطنية مثل المعدة العشاء من أجل الوطن وإرسلمات وحركات إسوبيا تنتج النظر للتصنيع الموجودة في المنطقة الصناعية مشكولة من قبل المستثمرين ومنطقة أدامة الصناعية ومنطقة الريدوة الصناعية والمنطقة الصناعية الجديدة بالإضافة إلى مجمع السمراء الصناعي الذي تم يتلاقه مؤخرا فإن جميع ذلال التصنيع الموجودة يشكلها رواد الأعمال يحدث تأخير في دخول العمل فورا وكمثال يمكننا أن نأخذ مجمع السمراء الصناعي في هذا الشدد لذلك يتم احتلال ذلال التصنيع في جميع المناطق الصناعية القائمة وبدأت المجمعات الصناعية الأخرى بالعمل إلى حد تصدير منتجاتها وأضاف الرئيس التنفيذي أنه يتم بذل الجهود لتوسيع وجهات السوق في أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأن ظلال التصنيع الموجودة في المناطق الصناعية بولي لامي وأداما ودريدوا وسمراء مشغولة بالكامل من قبل المستثمرين أن تشديع ودعم المستثمرين المحليين وزيادة الصادرات وتوسيع الوصول إلى الأسواق هي المجالات ذات الأولوية التالية تنويع سوقنا هو قضية ركزت عليها الحكومة كما يتم التركيز على تنويع القطى لذلك أصبح قطى مجمعاتنا الصناعية متنوعا على مدى لعامل الماضيين على سبيل المثال إذا أخذنا مجمع قلينة الصناعي يعمل في قطى تصنيع الأدوية أصبحت منطقة دريدوا الصناعية منطقة تجارة حرة وهذا نتيجة للتحول في السياسة من ضمن هركة إثوبيا تنتج تلعب الأنشدات الزراعية والمناطق الصناعية دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية في البلاد لذلك استمرت الأنشدات الزراعية في لعب دور رئيسي في الاقتصاد البلاد وتحسين الحياة المجتمع يوفر الإنتاج الزراعي أساسا حيويا في المكان الأول لـ 80% من السكان ويمثل 40% من الناتج المحل الإجمالي لذلك أعلنت الحكومة التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية كأهداف مركزية للتنمية الوطنية تلعب الأنشدات الزراعية دورا كبيرا في تحويل الاقتصاد الوطني للوصول إلى الدخل المرتفع جنبا إلى جنب مع تحقيق الأهداف التنمية الأساسية الأخرى مثل ضمان الأمن القزائي وتحسين التقزية منالك في تحقيق التنمية الاقتصادية التحول الاقتصادي يلعب دورا كبيرا التحول الاقتصادي يعني تحول البلاد في المساهمة النسبية لتكنولوجيتها في إجمال ناتج معهل الإجمال من التكنولوجيا التكليدية إلى التكنولوجيا الحديثة ومن الزراعة إلى الصناعة والتسنيع ومن ثم إلى اقتصاد الخدمات عالي الدخلي لذلك ركزت الحكومة على تحقيق الأنشدات الزراعية وتحديثها بالتكنيات الزراعية وكذلك خلق الوعي الكافي للمزارعين والروعات لزيادة الانتاج والانتاجية وتحسين الهيات المجتمع وكذلك إلى تحسين الحياتهم كذلك لذلك يخلق تحديث الزراعي ظروفا مواتية للتسنيع من خلال زيادة الفائد الزراعي لتراكم رأس المال والعملات الأجنبية عن طريق السادرات وكذلك يساعد التحديث الزراعي كذلك على زيادة دخل المزارعين وانتاجيتهم وخفض أسعار المواد القزائية وتحسين التقزية كذلك أيضا الزراعة هي الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد ويعتمد النمو الاقتصادي والسبب العيش وحياة الاجتماعية إلى هد كبير على الأنشدات الزراعية لأن الزراعة هي أساس الصادرات التي تجلب النقد الأجنبي تدعم الأنشدات الزراعية سبب العيش الكثير من الناس حول العالم كما أنه يواجهون تحديات مثل تغير المناك ونقص المياه وكذلك تحديات أخرى تعتبر الزراعة هجر الزاوية في اقتصاد العديد من الدول الأفريقية نظرا لدورها الكبير في تأمين القزاء وتوفير فرص العمل ومساحمتها في الناتج المحل الإجمالي لذلك دور الأنشدات الزراعية في دعم التنمية الاقتصادية وتأمين القزاء وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ودعم أمالية التصنيع والاستثمار كبير جدا مع هذا هناك تحديات التي تواجه الأنشدات الزراعية مثل عدم كفاية البنية التحديية للري ومعهدودية التكنولوجيا الزراعية وصعوبات الوصول إلى الوسواق وما إلى ذلك هناك فرصة كبيرة لتحسين النظم الزراعية من خلال استقدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل القيمة وتنفيذ سياسات التي تدعم التجارة عبر الهدود وبناء على هذا تقوم الحكومة وشركاء التنمية بتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الانتاجية الزراعية واستدامتها مثل دعم البرامج الأسمدة وتحسين البزر المحسنة وتحسين أنظمة الري وما إلى ذلك للاستثمار في الزراعات أهمية كبيرة لزيادة الانتاجية ودعم الأنشطات الاقتصادية تعتبر الأنشطات الزراعية منخلا رئيسيا لمختلف الصناعات وأنشطات التجارة المحلية والخارجية لأن هناك روابط كوية بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والنقطة الآخر هناك مجمعات صناعية تقوم إسوبيا بتأسيس المناطق الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في ضمان الاقتصاد الوطني يمثل نشاط المناطق الصناعية أنصرا أساسيا في استراتيجية إسوبيا لنمو الاقتصاد المستدام وجعل اقتصاد البلاد أكثر تنوعا ومنافسة على المستوى الدولي تعتبر المناطق الصناعية كذلك أحد أهم ركائز النهدات الاقتصادية في البلاد حيث لعبات دورا مهوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الأنشطات الاستثمارية وتنمية الصادرات كذلك من خلال خلال خلق فرص عمل وما إلى ذلك تساهم المناطق الصناعية أيضا في تحول الاقتصاد من معتمد الزراعة إلى اقتصاد صناعي وتم تزويد المناطق الصناعية بالبنية التحتية اللازمة للإنتاج مثل إمدادات الطاقة والطرق والمياه تساعد المجمعات الصناعية أيضا على تطوير البلاد وزيادة انتاجية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي كما تساهم في تطوير التكنولوجيا الحديثة وإدخال عمليات صناعية جديدة وزيادة معدلات الانتاجية أيضا تركز المناطق الصناعية على المنصوجات والملابس وإنتاج الجلود والصناعات القذائية والصناعات الخفيفية والمنتجات الصناعية الأخرى تساهم أيضا كثيرا في تحفيز الاستثمار الأجنبي لأن الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى هذه المناطق من خلال حوافظ مثل العفاءات الضريبية والتسهيلات اللوجستية ومع إلى ذلك هذلك تعمل جاهدة على تعزيز علاقاتها الصناعية معدوة للعالم في عدة مجالات خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والسياحة وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية معدوة الأخرى لتحقيق تنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد مشاهدين هكذا نعطي إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتكم هذه الحكة وحتى جديدا لك بموضوع آخر دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة